اتضحت لي بعض الحاجات وزي ما قلت وانت حضرك قلت لسه بدري في بعض الحاجات ولكن فيه لمسة وفيه شغل خاصة انه بدأ ما بغيرش من الشكل العام للنادي الاهلي يمكن الناس حتى يقول لك ده نفس الاداء اللي كان بيعملوك كابتن حسام البدري قبل ما يمشي يعني وهو لازم يكمل بنفس الاسلوب لكن برضه مش هتقدر تهد المعبد من قوله الاخر يعني هو في بعض الفترات كان ممكن يلعب بطريقة مختلفة شوية في بعض الاوقات المباريات بيلعب 4-4-2 بشكله وباخر 4-1-4-1 لكن الطريقة الاساسية 4-2-3-1 اللي هو يعني مجيش انا وده يحسب له طبعا هو الراجل عايز وقت كمان انه يشوف الطريقة المناسبة واللعيبة المناسبة في التشكيلة يناسبه علشان يقدر يكمل بيها لكن هو زي ما بيقول لك هو حاول وحتى في بعض المباريات الودية حاول ان يلعب ب4-4-2 لا الشكل مش كويس فراجع تاني 4-2-3-1 ده طبيعي جدا المدرب جديد جاي على نادي وهو عنده طموح وعنده ونادي جماهيري بيلعب تحته ضغوط كبيرة جدا مع احترامي طبعا لوادي دجلا اللي كان بيمرن فيه او حتى يعني على مستوى الافروكي لما كاس بكاس افروكي لكن النادي الاهلي ليه وضع خاص وليه ليه هبة طبعا ومش اي حد يقدر يتحمل هذه الضغوط وبالتالي الراجل اللي عاجبني فيه هدوء في الملعب يعني فيه هدوء وفيه رزانة كده وبيدي تعليمات من بشكل هادي اه ممكن جدا في وقت من الوقات اه يلعب بطريقة مختلفة ما فيه شك يعني ده ده برضو ده اما يحس ان هو امتلك اوراق كلها وشايفها لو امتلك الاوراق كلها ممكن يلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة ممكن يلعب بيها ممكن لو عايز يلعب براسين حربة ممكن عنده الامكانيات عنده لعيبة مويزة في المركز ده يمكن سمعت التصريح انه كمان محتاج بعض يعني الصفقة او اتنين في الانتقالات الشتوية عشان يكمل وزي ما بقولك هو بيجمع كله وهو محتاج فعلا يمكن صفقة او اتنين في في خلال يناير لسه يقولك طبعا اه نوعية الصفقات اللي هو طريقة واقصد تحديدا المراكز هتبين الشكل اللي هو عايز يعمل ايه عايز يعمل ايه صحيح يمكن زي ما بقولك هو لسه بيتحسس طرق بيتحسس في ممكن الطريق شوية وده وده شيء طبيعي معاك كابتن محمد يوسف عارف اه خفايا للدور المصري وكان شغال في الدور المصري باله كتير جدا وكان اه كسب بطولة افراكة مع النادي الاهلي فليه بيع كمان في في النادي فاكيد ان شاء الله هو بيساعده في الحتة داتا من العملية دي تبقى اسرع شوية ونشوف النادي الاهلي مستقر بتشكيلة مش هتقول تشكيلة سابتة لكن عارفين بالزبط اه النادي الاهلي بيلعب بانه طريقة اه بزرق بزرق